اهلا بكل مشتركين ومتابعينكم او بيتي لو بتلاحظ وجود نقط زيت او بقعة زيت تحت عربيتك او بتلاحظ نقص زيت في مقاس الزيت ومفيش نقط او بقعة تحت العربية النهاردة هقولك كل الاسباب اللي بتعمل كده بسرعة من غير ما نطول عليكم واول حالة معانا لو حاجة خبطت العربية من تحت زي حجرة او بلاعة او طلعت على الرصيف او حاجة شبه كده اللي بيحصل في الغالب ان كارتير الزيت اللي هو الوعاء السفلي اللي بتجمع فيه الزيت بيتخرم او يتشرخ على حسب بقى هو الامونيوم ولا حديد وفي كلا الحالتين بتحتاج تفكه وتغسله غسلة محترمة وتودي يتلحم بقى سواء كان حديد بيتحموه بالنحاس او لو كان الامونيوم فبيتلحم الامونيوم وباعت تماما على اللحم الايبوكسي اللي هو المادتين اللي بيتخلطوا على بعض لانهم بعد وقت قليل جدا اللحم بيفك بسبب درجة حرارة الزيت والمحرر وطبعا في الحالة دي هتلاحظ نقط زيت تحت العربية او بوقع زيت نيجي بقى للحالات المخيرة شوي تعريق زيت بس على المطور من تحت وممكن تلاقي نقط بسيطة او ما تلاقيش اصلا نقط تحت المطور ده غالبا بيكون بسبب اويل سيل المطور زي اويل سيل الكامة او الكرانك الداخلي اللي ناحية الفتيس او الخارجي اللي ناحية سيل التأسين وفي حالة اويل سيل الكرانك الداخلي اللي جنب الفتيس هتلاحظ بداية تسريب الزيت من بين المطور والفتيس وفي الحالة دي هتحتار ده زيت فيتيس ولا زيت مطور لو الفتيس اوتوماتيك في الغالب هتلاقي الزيت لونه احمر او وردي يبقى زيت فيتيس وده ممكن يكون بيتسرب من ناحية الكبلن الداخلي اما لو الفتيس عادي هتحتاج بقى اسهل حاجة ان انت تغسل منطقة بتاعت التسريب او بمعنى اصح هتغسل مطور كله من تحت علشان تشوف بوضوح بداية الزيت جاي منه اما بقى لو التسريب من ناحية سير التقسيمة فبيكون معاك احتمال من اثنين اما اول سيل الكامة وفي الحالة دي هتحيكون بداية تسريب الزيت من اعلى المطور ونازل على جنب المطور كله او اول سيل كرنك خارجي وحتلاقي بداية الزيت من اخر المطور من تحت ورقم ثلاثة بقى تسريب من طبة الزيت بسبب تفويت الطبة او عدم ربطها باحكام او تسريب من فلتر الزيت وفي الحالتين هتلاقي نقطة الزيت بتاعت التسريب بين بالعين المجردة سواء على الطبة او على فلتر الزيت اما الرقم 4 بقى او ممكن نقول المستكمال لرقم 2 انك تلاحظ نقطة زيت والعربية سخنة او العربية دايرة فقط ومجرد ما تبرد مفيش اي تسريب وفي الحالة دي هتقولك ان التسريب غالبا من اول سيل الكامة اللي في النص اللي فوق من المحرك عند سير التقسيم والسبب في امتناع تسريب الزيت بمجرد ما العربية تبرد ان بيكون مضخة الزيت بطلت تضخ زيت في النص العلوي من المحرك وبالتالي مفيش ضغط زيت في المحرك من فوق علشان يعمل تسريب ورقم 5 بقى تسريب من غطى التكهات اللي في وش المطور وهتلاحظ في الحالة دي هت ان فيه رشح زيت في داير المطور من فوق والحل في الحالة دي هت انك بتغير جوان غطى تكهات بعد تنظيف مكان الجوان الادي طب لو لاحظنا نفخ زيت من مقاسي الزيت مع العلم ان حالة المطور جيد في الحالة دي هتكون السبب سدد في بالف تبخير الزيت المسؤول عن تفريغ اي ضغط داخل المطور بسبب حركة البساتك وده بيكون مكانه في اعلى المطور فغطى التكهات نيجي بقى لمرحلة الضمار الشامع لو الزيت بينقص وتأكدنا من كل اللي فات ومفيش اي تسريبات في الحالة دي هت بقى نقدر نقول عيب داخلي جوه المطور زي كاوتش السوابات بيهرب زيت داخل غرف الحريق يعني من الاعلى الاسفل او للأسف شنابر الزيت بدأت تصرب زيت لغرف الحريق يعني من اسفل لأعلى وفي الحالتين للأسف بتحتاج توضيب للمطور او نقدر نقول كده نص عمرة زي ما بنسميها في الصور وعلشان تعرف لعيب من كاوتش السوابات ولا الشنابر لاحظ وانت بتدور العربية الصبح لو لقيت دخان ابيض بيظهر في اول الدوارة من الشكمان لمدة ثواني او نص دقيقة بالكتير وبعد كده بيختفي يبه السبب كاوتش سوابات اما لو لاحظت دخان ابيض مستمر معاك وبيزيد مع الدوسة يبه انت كده للأسف في مرحلة الوحش ولعيب من الشنابر وحتضطر تتطمن على الزيت كل فترة قليلة يعني ممكن كل يوم او يومين لحد ما تقدر تعمل الصيانة اللازمة اللي هي نص عمرة وربنا يا بعد عننا كلنا مشاكل نقص الزيت وتسريب الزيت لانها للأسف هي وحرارة المطور اكتر مشكلتين بيجننه اي مالك عربية وكفاية رغي كده النهاردة ونكمل في فيديو تاني بقى وما تنساش لو عجبك الفيديو واستفدت منه وتعمل لايك للفيديو وتشايره مع كل صحابك وتشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد